شوفوا الصوت سمعوه شوفوا رطوبة الأحمشة بسم الله شوفوا ريحة المكونات شي بفش الخلق هلا على الخلط هلا بمصر شو بتاكلوا معا ما بعرف نحنا اللبنانيه كل شي هيك بنقصر علي حامض شوفوا رائعة الله اليوم لحناعمل حووشي المصري بطريقة رائعة وشهية يلا معنا عندي كوب من الطحين بس شوفوا هدا عم بيعب الكوب هيك وبحطه حتما بس تعملوا الوصفة من وراه لحطط له غلط خليني فرجيكم على الطريقة الصحيح طيب لنقول هلا جينا بنحط هيدا الكوب لحفرجيكم كيف لح تفرقوا معي اول شي نحتأكد انه رص عند الكوب تاني شي الكوب لازم يكون ملس شوفوا عندي هلا اوكي عبينا الكوب ورجعنا نزلنا في هاكي شوفوا قديش زاد عندي الطحين هوني هولا مين لابن الجيران اذا عندي يعني يوصف فيها ثلاث اربع كواب يعطيكم العافي بتطلع كلها غلط اول شي الطحين ما بين غرف غرف اوكي الطحين منه سكر ما بين غرف غرف الطحين بدي زينه بهيدا الشكل بدي حطه بالمعلة هاكي هاكي الكوب بينزان عبينا الكوب عندي فوق طحين او فوق اي شي بيجي لهوني بضربه هيك وبرصه وبعبي كل الجهات وبعمل بهيدي الطريقة هاكي ليطلع عندي مسح وهيدي الكوب المزبوط لنبلج حجنتنا عندي كوبين وربع من طحين متعدد الاستعمالات طبعا هولي انا زينهم بالكوب وحططهم بوعاء جاهزين عندي ملعة شاي من الملح نحركن هاكي بيدي شوي بنجي عندي هوني 3 ربع كوب حليب فاتر بحط بقلبه ملعة طعام من السكر و 3 ربع ملعة طعام من الخميرة الجافة الفورية وايضا ربع كوب من الزات النباتة بنحرك هاي المكونات كلها وهلأ بنحطها فوق الطحين ضربة واحدة هلأ طبعا فين هنعجننا على العجانة بحركني شوي هيكي بدي هنعجننا على اليد طيب هلأ بنرجع على عجانة على اليد بشكل جيد لمدة دقيقتان ونص ثلاثة دعايق مش كتير عشان تبقى عنده العجينة تعطين نتيجة طرية وما كتير يشتغل الجلوتين فيها عجينة طرية غير متلاسكة نقطة بنرجع بنجي بهيدا الطريقة من هون تقريبا قط بعض جهزه عندي اذا في شي زايد ناقص برجع بعضله بدي برمى بهيدا الشكل هلأ على شقفة بهيدا الشكل بصفهن وبغطيهن بدي قدركوا ان يرتاحوا من خمسة وثلاثين لاربعين دقيعة بهيدا الوقت لحنا اعمل حشوة حووشي شي فخامة يلا نروح عليها اربعمية جرام من لحم البقر المفروم ناعم فرمى واحدة شوفوا الدهن اذا ما كان في عليه دهن ما بيطلع طيب تقريبا خمسة وعشرين بالمية دهن اوكي ملعقة شاي قرفة نعمة ملعقة شاي فلفل حلو او بهار حلو نص ملعقة شاي كزبرة نص ملعقة شاي فلفل اسود نرشلهم ملح حسب الرغبة تقريبا ملعقة شاي اذا بدكم اللي بيحب الحر يحر حرة شوية لما بيحب الحر بلا بصلي وسط مفرومي حسطو مفروم بقدونس مفروم بهذا الشكل فرمى نعمة شوية فلفل خضرة وعندي راس طماطم مقشر ومقطع صفيتو شوية اوكي مش كتير بس صفيتو من ميتو شوية وكمان لزدله شوية رطوبة بدي حطله تقريبا ملعقة ونص طعام من الزيت ريحة المكونات شي بفش الخلق هلا على الخلط طيب اكيد بدنا ندعاكن سويا خلطة الحبوشي صارت عندي جاهزة هلا كل واحد بحط بهارات مختلفة انا اليوم اخترت هيدا بهارات لانه بعتقد هتطلع كتير طيبة عجين اختمروا شوفوا ما شاء الله شوفوا ما احليهم هلا بدنا انرقهم شوية طحين على الخفيف شوفوا ما احليها فلفية وخفيفة ورائعة نكبسها شوية اول شي هيكي وبلش نرق بشكل مبروم تقريبا اوكي عجيني صارت عندي جاهزة بادي الشكل لحكمل الباقيين في ناس بتحط هيدا الحشوة بالخبز يعني بتعمل هيدا العجين اللي عملناها هلا بتعمله خبز وبتحطه بتحطه بالفرن وفي ناس بتحطه بقلب العجين انا لححطه بقلب العجين هلا خبروني انتو اي نوع بتحبه اعطوني تعليقاتكم اسفل الفيديو بالخبز ولا بالعجين مباشرة على الفرن هلا روحوا معي على العجين عندي عجينة متل ما عم تشوفو كمان بدي ارجع ادهانة بالزات قبل ما احشيها خلي رطوبة هي طيبة تكون رطبة لح ارجع شيل الحشوة وحطها وبدنا ندعمها بالحشوة بنا نكون كريمين عليها لما تزم عندي كمان شوية زات من فوق لانه بدي طبق العجينة عليها شفتو قداش تركت الاطراف شوي هلا بيجي بالعجينة التانية والطبق عليها وشفتو قداش ما سمكتها كتير طبق عليها بهيدا الشكل من بعد ما طبق عليها بدي من تحت لفوق سكر هيك سكرها بشكل جيد لانه بديرجع رقة فيها طبقناها من تحت لفوق منرجع ونقلو بالعجينة بهيدا الشكل شفتو محليها نرجع شوية شوية ما تشد كتير منرقة هاكي لتفوت اللحم كلها مع العجين يا سلام دهنة شوية بالزات كمان مهم كتير نحن نعملها شوية كم شئ هاكي بس لا نسبح للهوى يطلع عندي مشان ما ترفخه كمان اول شي بنا ننزل بالمقلية ومنرجع على الفرن نضهم زاد بالمقلية بسم الله نشيل هاكي ننزل عليها اول شي بالمقلية عن اول جنب نحمرها شوية هايدي الطريقة كتير بتطلع ناجحة لانه بتخلي العجينة عندها تتاحمش من فوقه من تحت نلونها شوية على الميلتان نرجع على الفرن حمرتها عندي من تحت شوية بدي نزلها على صينية بهيدا الشكل بهيدا الشكل اوكي بنزلها اول شي نسكر عليها ويا رب نزلت يا سلام على قد نحمر طبعا المقلية كلها شوية زاد من الاسفل كمان لترجع تحمل عندي نرجع على الفرن صينية سخنة شوية مدهونة بالزاد هلا فيكم بتدهنوا بالزاد بس للصراحة هي طيبة هيك لازم تكون رضبة فاللي بدي يدهنزات يتكلع الله ويدهنزات هلا بدي ساقطة فيها جاهزين عندي فرن محمد مصبق اندرجت حرارة 180 يلا شوفوا الجمال شوفوا الصوت سمعوه شوفوا رطوبة الاحمشة بسم الله شوفوا 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 رائعة الله هلا بمصر شو بتاكلوا معا ما بعرف نحنا اللبنانية كل شي هيك مننصر على حامض بسم الله العجينة كتير محمشة الحشوة ممتازة جربوها ومش لح تندموا ابدا الى اللقاء ممتازة